انا بس المركز البحسي والكلام دوت يعني اتمنى ان احنا خلال احنا بنجيب السلالة دي كلها من بره ايو فانا يعني بس عايز اقول يعني الانتاج بتاع الالبان على سبيل المثال لأي سلالة من اللي بنجيبها من بره يمكن قدي تلات مرات وقال لا اقتر من الانتاج بتاعنا احنا مش كده ايو فانا اللي هو الانتاج اللي هو الوطني يعني اللي هو السلالة المصرية بالضبط يا فاندف لكن اذا ستك ازنتلي احنا من خلال التسع مزارع اللي جاري انشاءهم حاليا وان شاء الله اللي هيفتتحوا على عدة مراحل انتهاء بعشرين عشرين بنجيب سلالات من بره ونعمل لها تحسين وراسي هنا بحيث انه التقاصر والانتاج هيبقى محلي هنا ان شاء الله في مصر ونبتعد عن تدبير رؤوس حية جهزة للزبيح من الخارج انا بقول كده برضو ليه لان احنا كوزارة زراعة كقطاع خاص معني بالموضوع دوت مهم بقوي ان احنا نرتقي بالسلالات المحلية عشان تصل بانتاجها يعني تبقى قريبة ما امكن من السلالات اللي هي العالمية ديت عشان كمان ندي فرصة لان احنا لو قدرنا نعمل ده هنقدر نخلي بدل ما ما في الريف خمستاشر كيلو وعشرين كيلو في اليوم اذا كنت انا فاكر الرقم يعني نوصل للستين وسبعين كيلو مش كده اذا بنكلم على معدل التحول يا فندم بالنسبة للتربية والتسجيل لا لا انا بتكلم على الانتاج الالبان انتاج الالبان بنحقق سبعة وتلاتين وتمانية وتلاتين كيلو في اليوم يا فندم المصري لا للمزارع عند طبعا في المزارع وعند صغار المربين بيحقق اقل من كده بكتير طبعا فاري بتكلم عشان كده وبالتالي هو بيحسش بالعائد بتاعها النقطة التانية الاخيرة بقى فانا عايز اقول ان احنا عايزين نستفيد من خلال الجامعات ووزارة الزراعة مع بعضنا كده نيجي بعدسان نقول ادي احنا عملنا استنباط السلالاتة هي في اللحوم بتعمل كده وفي امتاج الالبان بتعمل كده يعني ما بقاش كل الكلام اللي احنا عملنا ده وما نلاقيش في عائد مباشر نشوفه لصالح مواطنين بحيث ان احنا نقنو بتدي ننشر الكلام ده على المواطنين وصغار المزارعين يعني انا بس حبيت اقولي كلمة دولة عشان ان الهدف هو زي ما لما اتكلمنا في الموضوع من ثلاث سنين وقلنا ان احنا محتاجين نعمل توازن بين العرض والطلب عشان الاسعار ما ما تقفصي ده كان احد اهم الاهداف واتصور ان احنا الامور ماشية كده والاسعار استقرت يمكنك تطبيل الأعمار جهة كدة صغيرة حقق سنتم احنا الى اللحنين احمق متناق التعليم